وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع موازنة العام المالي 2024-2025 وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب في المعادة الدستوري بالنهاية الشهر الجاري خلال الاجتماع تم الإشارة إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل ولأول مرة تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب كلك الموازنة التي تشمل الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية ليبلغ إجمالي مصرفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه وإراداتها تبلغ 5.05 تريليون جنيه بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد والذي يشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولا تتضمن كامل إرادات ومصرفات الدولة وهيئاتها العامة كما وافق مدس الوزراء على خطة التنمية الاقتصادية والاقتماعية للعام المالي 2024-2025 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر